في الحقيقة من الحاجات الجديدة والمختلفة اللي شهدتها الدراما ومسلسلات رمضان السنة دي هو اعتماد فكرة الخمستاشر حلقة في عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم وده كان ليه انعكاسات كبيرة على التنوع عبر الشاشات وكمان كان ليه أثر على إقاع السرعة في المسلسلات نفسها والنهاردة الجمهور منتظر عدد جديد من المسلسلات الرمضانية اللي هتبدأ فيه النصف الثاني من شهر رمضان المبارك هنتكلم عنها مع الناقد الفني محمد دانبيل اللي منعورنا في الستوديو صباح الخير يا سب محمد صباح الفل صباح الخير يعني في البداية يا سب محمد عاوزو عرف من حقيقي شفت إزاي فكرة يعني أول سيزون أو أول موسم يكون في عدد كبير كمان من المسلسلات الخمستاشر حلقة اللي يمكن كنا بنشوفها في الأول على المنصات صح النهاردة بقنا نشوفها على الشاشة على التلفزيون فشايف الأول الأمر ده مستصاغ عند الناس ولا لا أو عكس حالة كبيرة من التنوع بداية هو هيبدأ يبقى مستصاغ مع الوقت هو طبعا لسه التجربة أول موسم زي ما تفضلت الناس كانت بدأت تقبل على مشاهدة المسلسلات دي في المواسم الموازية أو خارج شهر رمضان ويمكن أحيانا كنا بنشوف في سنوات سابقة كنا بنشوف أحيانا نوع من أنواع الملل أو الرتابة السيناريو مش مستحمل أكتر من تسع حلقات كمان مش هنقول خمستاشر حلقة لكن بيبقى فيه مط في الأحداث ويمكن كان فيه بعض الحلقات بنشوف ما فيش حاجة حصلت فيه بعض الحلقات كانوا بيبدأوا بآخر مشهدين من حلقة اللي فاتت عشان يبدأ يبقى عنده زمن لأنه هو شروط المعلنين أن المسلسلة تفضل تتعرض طول شهر رمضان وبالتالي فيه شبه اتفاق ما بين الشركة الإنتاج أو ما بين المحطة وما بين المعلنين فمع الوقت فكرة وجوده الخمستاشر هيكون مفيد جدا خصوة أنه بيكمل مسلسل تاني يعني حينما بنقفش دراما ما بتقفش لغاية 15 حلقة بالعكس فيه مسلسلات بتكمل بعد كده يعني شايف ده يعتبر إنجاز من إنجازات الشركة المتحدة لخدمات الألمية وفي نفس الوقت يتماشى مع سرعة الإقاع اللي بيتسم بها العصر الحالي طبعا قرار جريء من الشركة المتحدة أن هي تزج بالمسلسلات الخمستاشر جوا موسم رمضان يعني نجاحها برا الموسم هو مؤشر كبير إنما فكرة قرار إنه المسلسلات دي تكون موجودة جوا رمضان كمان قرار نعم بتغير في سوق إعلانات كده يعني مش فكرة بس يعني يمكن أنت حيك قلت اللي هي مرتبطة بالإعلانات طبعا أنت واخد ريسك اللي أنت بتغير في سوق الإعلانات كده هيبدأوا المعلنين مع الوقت يستوعبوا وهيكون يمكن زي ما قلت دي السماء يمكن بعد خمس سنين نبدأ نتكلم على موسم درامي لرمضان مغير تماما للشكل المعتادر اللي تحطينا فيه وتفرض علينا للسنين اللي فاتت يعني بنا تمنى هما بيعملوا جهود وجهود محمودة حتى هامي اللحظة يعني في الحقيقة وعملين حالة من حالات الفراء والتنوع لكن بقى بأعين النقد الفني إيه أكتر مسلسل شايفوا بيتماشى مع فكرة الخمستاشر حلقة أنا عجبني مسلسل علاقة مشروعة في النص الأول ياسر جلال مياه عمر داليا مصطفى مراد مكرم يعني أنا من المسلسلات اللي كنت حريصة أن أتفرج عليها وشدني فيه إدارة كبيرة للممثلين من المخرج خالد مرعي مسلسل أعتقد أنه الناس كتير كانت مقبلة عليه وأعتقد كمان أنه مسلسلات النص التانية هيكون لها نصيب كبير يعني أنا معرفش طبعا الخريطة تم تقسمها إزاي أنا شايف أنه لنا السقق وعندنا دنيا سامير جايم أنا شايف أنه في مفروع عندهم أمر لو تعلمون عظيم يعني الكل آد منتظر بلهفة لا أنا شايف الموسم قوي بشكل عام سواء النص الأول أو الثاني فيه توازن كبير ما بين الأعمال إنما النص الأولاني حتى مسلسل الحقيقة مساكرات زوج لطارق لطفي كان من مسلسلات برضو يعني أنا عجبني جدا السيناريو بتاعه محمد سليمان عبد الملك الحقيقة أين بمجروض كبير الشخصيات قد إيه مرسومة ليها أبعاد يعني عادة الشخصية كل ما كان ليها أبعاد وكل ما كان ليها تاريخ كل ما كانت مؤسرة وكل ما كان المشاهد بيحس أن هي حقيقة يعني شخصية فعلا صدقة يعني يمكن حقيقة تكلمت على طارق لطفي وتكلمت على الفنان العظيم طبعا ياسر جلال وهما في الحقيقة عاملين نقلة يمكن مختلفة السنة دي تحديدا شايف النقلة دي إزاي في مسلسل مذكرات زوج ويه في علاقة مشروع الاتنين جايين من مسلسلات كبيرة عاملين نجاحات لافتة جدا السنة اللي فاتت سواء طارق لطفي في جزيرة دغمام واحد من أفضل مسلسلات التي تعرضت الموسم الماضي ويمكن كان موجود في أغلب الاستفتاءات بشكل كبير سواء على مستوى الكتابة سواء على مستوى التمثيل الإخراج يعني أكتر من العنصر كان ممايز جدا في عامل نقلة في المسلسل الاجتماعي خالص وطبعا ياسر جلال جاي من الاختيار ثلاثة برضو دور مختلف تماما عن الشخصية يعني شايفن دور متصوف ليه يعني فكرة التصوف ومسلسل كان كله حالة من حالات التصوف ليه علاقات مشروعة أو أفهم مذكرات زوج وشفنا من عمل عظيم وتكسيد شخصية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسلسل آخر ويه سكة درامية مختلفة تماما ده بيأكد إن إحنا عندنا فنان بيمتلك قماشة واسعة في التمثيل طبعا الاتنين ممثلين كبار يعني ما كانوش نجحوا النجاح الكبير ده وما كانوش استمروا على مدى السنين إنه هما يكونوا أبطال مش أي ممثل موهوب في الآخر يصلح إنه هو يكون بحجم عمل يعني تصدر الأفيش وفكرة إنه العمل يتسوق باسم النجم ده ده ليه أبعاد كتير يعني مش أي ممثل موهوب يعني فيه ممثلين كتير موهوبين إنما مش نجوم النجومية من قياس تاني ومعايير تاني تباعة مسلسل الكتيبة مية واحد تباعته أهو بتفرج لسه بتفرج عليه مسلسل في عداء الفنان والمخرج عمر زهران طبعا الأستاذ عمر عامل مجهود كبير بس أنا يعني من كتر ما المسلسل ما كامل مسلسل طبعا 20 حلقة مش قادر أعتبره قوي مسلسل مص أول يعني هو لسه مستمر على لغاية 20 أستاذ مخرج وأستاذنا عمر زهران يعني موجود معنا على التليفون فنروح سريعا ونقول له يعني منورنا وفي الحقيقة مكسر الدنيا وعمل دور أكتر من رائع يا أستاذ عمر دستام لي يا أستاذي دستام لي ربنا يخليك كل سنة وأنت طيبين وصباح الفل عليكم يعني صباح الفل والجمال والإبداع عاوزين نعرف بقى من حضرتك مشاركتك في مسلسل الكتيبة 101 وإيه الصعوبات أو التحديات اللي وجهتك أثناء المشاركة هو الحقيقة يعني ما احترامي السؤال حضراتكم ما كانش صعوبات وكانش ممتع جدا جدا فكرة إنك تكسد شخصية عمل عسكري خاص ببطولات الجيش المصري ما فيش شك إن ده كان شرف كبير جدا جدا وتهون مع أي نوع من الصعوبات بشكل عام يمكن أنا قلت أكتر من مرة إن أنا ما كنتش حاسس إن أنا بمثل خالص بالمرة وده اللي إحنا حسنا إحنا حسنا إحنا أمام شخص من المؤسسة العسكرية إزاي حضرت للشخصية اللي شاركت بيها في المسلسل الحقيقة وأنا يعني عندي ضعف شديد جدا جدا وعشق للأعمال العسكرية يعني وللعسكرية بشكل عام ولدي يعني احترام وعشق وحب وتقديس للجيش المصري ويعني قد كده أنا حسس بالتضحيات اللي قدمت من خلال هذا الكابوس المسمى الإرهاب وجواه إحساس بأنه لدينا كلنا أو بيحتم داع علينا جميعا نعمل المسئولية تجاه هذه الحرب لأنه زي ما ذكرت قبل كده الناس فكرتها عن الموضوع وأنا واحد من الناس بقول بشجاعة جديدة أنه ما كانش عندي هذا الإلمام الكامل بمدى خطورة وحكم الحرب الدائرة صحيح مع الإرهاب وشأني شأني كثيرين بنتصور أنه مجموعة جماعات بجلاليب وتقول إنما طبعا لما حضرت للعمل وتبعت وسمعت وقريت وعرفت أنه فيه ويمكن كتير من المصرين يا أستاذ عمر كان نفس الإحساس لأنه الحمد لله في القاهرة وأغلب المحافظات عايشين في أمن وأمان واستقرار مش شايفين أو خلاص بقى الحرب اللي كانت دايرة في سيناء لأنه الحمد لله استطعنا أنه ننهي على هذا الإرهاب لكن سريعا جدا كده عاوز أعرف من حضرتك مشاركتك الوطنية الأولى في عمل وطني عسكري بنتكلم على فيلم الممر والمشاركة التانية في الكاتبة 101 شايف إزاي أهمية الأعمال الوطنية الدرامية تحديدا اللي بتعرض كمان في رمضان ومن إنتاج الشركة المتحدة هي لها أهمية كبيرة جدا أن لمستها من خلال رسائل ومتابعة واهتمام الشباب بالتحديد والولاد الصغيرين يعني اتشفت أنه الولاد الصغيرين عندهم شغف شديد للغاية بمتابعة هذه الأعمال ودي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي فأنا شايف أنها يعني بتخلق وعي شديد لدى الشباب والولاد الأطفال اللي احنا هنسيب لهم البلد بكرة صحيح يعني مهم جدا جدا كمان أنا كنت طالبت الحقيقة ومازلت بطالب وبدعه بعمل منتاج لهذه المقاطع لمقاطع العمل كله يبقى مقاطع فيديو يتم عرضه في حصص مشاهدة للولاد في المدارس والولاد لازم تتعلم من بالوقت هو إيه الإرهاب ده دي دي يعني تجور على الجيش يعني في الحقيقة يا سيد عمر أنا هكون طماع ومش عاوز بس بقى مكلمة تليفونية أنا عاوز حقيقة تشرفنا وتكون ضيف معنا في صباح الخير يا مصر عشان نتكلم على الدراما الرمضانية ونتكلم على مشاركة حضرتك المتميزة فيها سواء كانت الكتيبة 101 أو أيضا كمان سره الباتة لكن على أي حال لحين تحقيق هذا يعني الحلم بالنسبة لنا حقيقة تكون معنا ضيف يعني ده الشرف ده الشرف لنا طبعا وبيتك الأول ما سبيره طبعا 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 ومازال بيتي أكيد طبعا وحاك أستاذنا بنشكرك المخرج والفنان عمر زهران شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر وارجع عليك محمد مرة تانية سريعا كده عاوز أعرف منك يمكن بنتكلم على الأعمال الدرامية اللي مدتها 15 حلقة وقلنا إن في خطوة جديدة بتخطوها الشركة المتحدة وبتغير المفاهيم اللي موجودة إيه الأعمال اللي أنت بتراهن عليه هل شايف فيه نوع من أنواع التوازن اللي كانت موجودة سواء كانت في النصف الأول من رمضان الخمستاشر يوم الأوائل ومسلسلاتها والنصف الثاني ولا النصف الثاني واخد جرعة أثقل شوية يعني بيه نجوم أكبر طبعا الكتيبة 100 واحد زي ما قلت هو أنا من كتر ما هو 20 حلقة فأنا مش حاسبه قوي 15 إنما هو في الآخر يعتبر مسلسل من مسلسلات النصف الأول مسلسل مش بس تميزه زي ما أستاذ عمر بيتكلم على الجانب الوطني وقد إيه تصديره للجيل الأصغر مفيد ومهم إنما كمان أنا عجبني الخط الإنساني في المسلسل اللي هو فيما وراء هؤلاء الأبطال في بيوتهم وفي تعاملاتهم الحياتية مهم من الناس تشوف الجانب ده وتقدروا لأنه بيشكل لا مش حياة صلبة على طول إحنا بنشوفها حياة اسكرية جامدة لأ هم عندهم نوع من أنواع أو المرونة اللي موجودة ده حقيقي فيما يتعلق بالنصف الثاني طبعا ثلاث مسلسلات منتظرين جدا لأسباب مختلفة مسلسل حرب يمكن اللي هيكمل آخر عشر أيام بعد انتهاء الكتيبة مياه واحد مسلسل مربج جدا بطل وأحمد السقه بيقوم بدور إرهابي وهو جاي من مسلسل الاختيار ثلاثة فأنا مش عارف برضو تقبل الناس لأحمد السقه شابه ده يعني طبعا تحدي جديد هو عامل لنفسه تحدي جديد المخطرة طبعا يعني يرتقي للمخطرة لأنه عشان البطل مواصفات السقه يجازف انه يحط نفسه في شخصية في الأغلب ما كروها وناس كتير يعني مش هتتعاطف معاها على كل المستويات فدي مخطرة كبيرة حتى كمان باقي الكروه سواء هاني سرحان المؤلف أحمد نادر جلال مخرج يعني معاهم أكتر من عنصر مميز ومسير للاهتمام في المسلسل بنتكلم على مونا زاكي غابت يمكن السنة الفتحة عند رامو رمضان مونا جاية برضو من مسلسل كبير اللعبة نيوتن 20-21 مسلسل يعني شد قطع كبير جدا من المصريين وكان بيناش قضية حقيقية نعم وكان بيناش قضية حقيقية كان بيناش قضية حقيقية موجودة ومسلسل على فكرة الجديد بتاعها من أول حتى طرح البوستر وهو عليه بعض الجدل إنما أنا شايف إنه واحد من الأعمال اللي هتكون لها شأن كبير في رمضان مش بس على المستوى الفني إنما كمان على المستوى فيه موراق الحكاية نفسها فكرة السيدة اللي جوزها توفى وبالتالي هي بتعقول أبنائها وبتخوض بقى غمار الحياة بشكل يعني قاسي شوية في المسلسل وعندنا دونيا سمير غانم المطرر لأنا أقول الحقيقة عند دونيا سمير غانم بشكل قاسي اللي إحنا لازم نختم عشان في الكنترول يعني خلاص بقى وقتين ومسلسلات رمضان اللي ما بعد البرنامج بس سريعا في أهل من 20 سنين كنت تتكلم عن البرنامج دونيا جاية طبعا يعني غايبة سنتين عن دراما رمضان أو 3 سنين وبالتالي وجودها السنة دي هيكون مهم ونا شايف إنه مسلسل هيكون عليه إقبال كبير برضا أكيد يعني على أي حال لا ننتظر ولا يبقى سواء الانتظار ونشوف الأعمال الدرامية اللي في النصف الثاني هتبقى عاملة زي ونقعد برضو ما هيكون فندها كده ونحللها في وقت هيكون أكبر إن شاء الله بنشكرك النقد الفني محمد نبيل شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا للمشاهدة